على همش فعليات كوب توني سيفن نلتقي مع سيدة إلينا بانوفا الممثرة المقيم للأمم المتحدة في مصر السيدة إلينا مساء الخير ما الذي يجعل مؤتمر 27 هنا مميزا عن غيره من المؤتمرات السابقة؟ مساء الخير هدير سعيدة أن أكون معكم هنا اليوم إذن إذا تقررنا هذه النسخة من مؤتمر الأطراف 27 وغيره من المؤتمرات فإن أفضل ميزة موجودة هنا أنه مؤتمر التنفيذ وحتى الآن المؤتمرات السابقة كانت عن قطع الوعود والالتزامات وننظر حتى إلى تفقية باريس اعتبارتها أن المصدر الأساسي لإنهاء هذا الجزء من الفصل من الكتاب لذا لن ندعونا هنا نبدأ في تقديم والوفاء بهذه الوعود والالتزامات التي قطعناها مسبقا كيف لأن يغير هذا المؤتمر 27 من هذه الأعمال؟ هناك عديد من العلامات وهناك كثير من المخرجات نتوقع بنهاية هذا المؤتمر وعلينا أن ننتظر إلى نهايته لنعرف النتائج ولكن أول علامة إيجابية هنا التي أرسلت للعالم بأكمله أن بند الخسائر والأضرار قد تم إدراجه بالفعل في جدول أعمال هذا المؤتمر أعني مؤتمر 27 وهذه نقطة مهمة جدا وفي غاية الأهمية لأنها تعني أن هناك نعم بالفعل أن هناك بندن يتناول في اتفاقية باريس ولكن لم يكن ضمن الأجدول العمال والآن هو بالفعل في جدول أعمال وكونه هنا في جدول أعمال يعني أن الأطراف الاتفاقية سوف يعملون على مدار السبعين لإيجاد طريقة أو خريطة طريق محددة وآلية عمل مناسبة لنتحدث ونتناول مسألة الخسائر والأضرار بطريقة مناسبة وكيف نجد ونخدم الدول النمية ما هي الإجراءات المطلوبة من الدول الصناعية خاصة لتجعل مؤتمر المناخ السبع العشرين نجحا كما قلت من قبل أن تناولنا الخسائر والأضرار والأمر الثاني أنه في أثناء هذه المؤتمر نتوقع أن نستامع على عديد من الحلول على الأرض الواقع أن نتوقع أن دور القطع الخاص سيشارك وأيضا من الشركات والبنوك التنموية متعددة الأطراف التي لديهم حلول وعيدة والذي التي تحاول أن تأخذ بزمام المخطرة ودعم هذه المشروعات لذا هناك العديد من التوقعات وإذا استمعنا إلى المبيانات قادة الحكومات التي كانت واضحة وصريحة أيضا التي أشارت إلى أن هناك حاجة ملحة وعاجلة للعمل الآن العمل الآن وليس باع لاحقا أهدا كيفة الأطراف والأمم المتحدة نؤمن جميعا أن هذا المؤتمر المناخ يحثون على المضي قدما وسوف نبدأ هذا الإحراز والتقدم المحرز بشكل مناسب وأن نقول للناس أن أيضا الآمال موجودة لماذا هدف الواحد فاصل خمسة درجة مؤوية مهم جدا لأنه يساعدنا في التخفيف من حدة المناخ وتغير المناخي لأنه إذا لم نحافظ على درجة الحرارة أقل من واحد فاصل خمسة ستكون هناك عواكب وخيمة للكوكب بأكمله إذن هناك فرص للحفاظ على هذا المعدل من درجة الحرارة وإذا تقلص هذا الهدف سيحثنا إلى العمل والعمل الآن والعمل بسرعة وعجالة لذا سيكون هناك تأثيرات كبيرة على حياة الناس بأكملها هل أنت متفائلة بهذا المؤتمر السابق والعشرين؟ كما قلت من قبل نعم أنا متحمسة لأن هناك تطور وخاصة في إضاءة ماجي وإدراج خسائر والأضرار داخل الأجندة وأيضا في معامل الملية مشراك القطاع الخاص وإعادة بناء الثقة بين الأطراف وبين أدى الشعوب الشمال والجنوب كيف ترين تنظيم هذا المؤتمر السابق والعشرين؟ عملية التنظيم هنا التنظيم هنا رائع يعمل بشكل جيد دعونا نقول أن حتى رأينا هذا في عملية التسجيل تعمل بشكل متميز وأيضا الحماية والأمن الرائعين وإذا هذا هو التزام المشترك بين الأمم المتحدة والرئاسة المصرية إذن كل تنظيم رائع هنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك